بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة جماعة نتعرف في الدرس دوت. على مجموعة من الادوات الجديدة ان شاء الله. والدرس سيكون صغير ولزيز وبو شيء مشاكل. اما حاجة ان انت تبتدي تجمع معلومات علشان تكون فكرة اساسية عن برنامج الفوتوشوب. عشان لو حبيت تشتغل بيه تدع تشتغل بيه بعدين. هنرى بسم الله الرحمن الرحيم والهدف من الدرس النهاردة هو التعرف على اداة القطع. احنا بسميها الكروب تول. هنتعرف كمان على اداة التقاط اللون اللي هو دروب تول. وازاي نعرف الكود بتاع اللون. هنتعرف كمان على مصدرة القياس اللي احنا مسميها الرولر تول. دي موجودة في السي اس فايف. اه. اللي موجودة في السي اس فايف. وفيه طبعا في اداة افضل موجودة في السي اس ستة. وهي قياس على طول ما شرطة بدون استخدام رولر او لا حاجة. ولكن اللي بيستخدم السي اس فايف. هيلاقي الرولر تول. هتكون اداة مناسبة بالنسبة له. نرى بسم الله الرحمن الرحيم. ونفتح الفوتوشوب. طبعا فتحت الفوتوشوب وجهزت الصورة عليه. بالنسبة لجماعة على الادات الكروب تول هتلاقيها موجودة تحت ادوات ايه? تحت ادوات السيليكشن تولز اللي احنا اخددها من مرة الفاتت. هتلاقي اداة تثبيت الكروب تول اللي هي ديات واختصارها من الوحة المفاتيح هو السي. لو ضغطت على سي من الوحة المفاتيح هتكتدي الاداة تتفعل معك. فاديتها ايه بمنطقة البساطة بمنطقة الاختصار لو انت حبيت تقطع جزء من الصورة. يعني مسلا انت عندك التصميم ده ده تصميم موجود عندك. لو انت حبيت تقطع الجزء دوت هو يكون هو ده الصورة الاساسية بتاعتك هنفتدي نحدد ادات الكروب تول بهذا الشكل. احد هنا مسلا. بيقولك دلوقتي الصورة اللي انت بتاعتك النهاية هتوبها هي الجزء دوت. هي هي الجزء ده. ممكن نكبر طبعا شوية ممكن نصغر شوية. ممكن نزبطها يمين وشماس ده ما احنا اوزين. المهم يتكون هي الجزء الاساسي بتاعك اللي هو دوت. بعد ما حددنا الجزء بتاعنا بنضغط انتر من اللوحة المفضيح. يبقى اصبحت الصورة الوقت بتاعتك او منتج النهاي بتاعي هو عبارة عن الجزء دي. عبارة عن هي الجزء دي. يبقى فايدة اداة الكروب تول بمنطقة البساطة. ان انت بتحاول ان انت تاخد جزء من التصميم بتاعك او تاخد الجزء المهم من تصميم بتاعك. وتقطعه بحيث ان هو يكون هو ده المنتج النهائي. تمام? تمام. طيب فيه بعد كده اداة اسمها اداة التقاط اللون. اداة التقاط اللون. هنضغط وقالت وزدت عشان نرجع للوضع بتاعنا. ونختار اداة التقاط اللون اللي هي اسمها اللي هي ديت. هنضغط اي من لوحة مفاتيح. هتفعل معنا الاداية. يبقى اختصارها من لوحة مفاتيح هو حرف الاي. حرف ايه? الاي. دي بتعمل اي دي بتلطاقة لون معين من الصورة. يعني مسلا لو انا حبيت مسلا اطاقة هذا اللون. مسلا اللي هو موجود هنا. لو ضغطت كده هبص تلاقي. اللون جاءك هنا هوا. لو ضغطت مسلا لون تاني هوا. هتلاقي اللون بتاع الجلد ده جاءك هنا هوا. طب ايه فايدات الكلام دوت? انا ممكن ناخد اللون دوت يا جماعة واستخدم في تصميم تاني. يعني ممكن ده لون به حتة مسلا جزئة من الصورة مسلا اي مكان وكما. كله لون به جزئة من الصورة زي من عاوس يعني. اه تمام? ممكن ان انا استخدمه مثلا في تصميم مثلا معين وهكذا. يبالى ممكن تلطاقة لون معين عن تريد الاي دروبردور اللي هي ديت. بمجرد الضغط هنا عليها هجيب لي اللون اللي انا عاوس. لو انا مشيت على الوان كده يبتيد هو يوريك اللون من فوق. مثلا لون انت تلطاقة ويكون شكله على زي. ولكن لون دوت. طيب لو انت ضغطت اثنين كليك شمال على اللون ده هنا. في هذا الشكل. هيديك الكود بتاع اللون. الكود بتاع انت شايف في نوت. طبعا هنا يعني الالوان مكتوبة بكزا شكلي. مكتوبة بنظام RGB. مكتوبة نظام CMYK. مكتوبة بالهيكسا دسمال. تمام كده. ممكن كمان اللي هو النظام من الالوان دول يا جماعة هي عبارة عن انظام الترويين. بس في الاخر كل الانزمة دي بتكون لك لون معين. بتكون لك لون معين. تمام كده. المهم انت ممكن تاخد اللون ده وتستطيع مسلا في البرمجة. تستطيع المسلا تنساحه و تحطه في مكان تاني عشان تصمر بيه تصميم تاني و هكذا. طيب. نتعرفنا دلوقتي على الايت روبر تول. تمام كده. لو انت ضغطت شوية على كده. هتلاقي في حاجة اسمها الرولر تول. الرولر تول. الرولر تول دي بتعمل ايه? بتعملك ان هي بتجيب لك مسافة ما بين نقطتين. لو ان ضغطت عليها زي كده. آآ وجيت على آآ المسافة ديت من هنا الهنا. مساء الى حد هنا. لو انت عاوز طبعا دايما يمشي معك مستقيم. بتضغط shift من اللوحة مفتاحه انت شرعان. هيقول لك المسافة ما بين النقطة ديت والنقطة ديت هي عبارة عن ميتين و اتناشر بيكسل. ميتين و اتناشر و اتنون و اتنون و اتنين من مية هي بيكسل. طبعا كده. يبقى انت تقدر تقيس مسافات ما بين كل ما بين جزء وجزء. هنا بيقول لك مسلا في الارتفاع بتاع مثلا الكاركتر ده مثلا من هنا مثلا الى هنا. هنأخذ من اول الى الحد هنا مثلا. ارتفاع الكاركتر في الرسمة عندك ايضا مثلا بهذا الشكل. هيطلع لك مثلا تلتمية تلاتة وعشر وستوى من عشر ايه بيكسل. تمام كده? يبقى فايدة اعدات المسطرة ديت ان هي بتقس لك المسافة ما بين مكان مكان زي ما تعود. طبعا انت خلصت طبعا شغل بالاعدات الى اللي انت شغل بيها. وخلاص عرفت المسافة بتاعتك قدي بالزبط كده. بتدعت ان انك تنسح عن طريق الزرار بتاعه. كليار طبعا. زرار كليار. طبعا? وبكده نكون خلصنا الدرس البتاع النهاردة وان شاء الله نلتقي في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته